غاراته على عدد من المناطق السورية فيما تستمر المعارك الضارية في مناطق أخرى وفي جديد التطورات الميدانية الخميس قتل 28 جنديا نظاميا على الأقل في هجمات شنها مقاتلون معارضون على حواجز عسكرية في شمال البلاد الطائرات الحربية شنت ثلاث غارات جوية على قريتين في محافظة إدلب فيما دارت اشتباكات متقطعة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في محيط معسكر وادي الضيف شرق معارة النعمان كما تعرضت قرى الجبل الوسطاني للقصف من قبل القوات النظامية رافقه اشتباكات في المنطقة وفي ريف العاصمة قصفت طائرات مروحية منطقة الحجر الأسود ما أدى إلى سقوط جرحة وأغارت على بلدة زملكة ما أسفر عن انهيار مبان عدة وخسائر بشرية كما قصفت طائرة حربية محيط حرستة في ريف دمشق كذلك استمرت المعارك في بلدة حارم على الحدود مع تركيا التي يحاول مقاتلون معارضة السيطرة عليها منذ أسبوع التلفزيون الرسمي السوري أعلن عن تفجير خط لنقل النفط في منطقة التيم في محافظة دير الزور على يد من وصفهم بالإرهابيين ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان سياسيا وفي رد على تخوف وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من تزايد التطرف في سوريا حمل رئيس المجلس الوطني السوري عبدالباصد سيدا المجتمع الدولي مسئولية وجود التطرف في سوريا نظرا لعدم دعم الشعب السوري في مواجهة نظام الرئيس بشار الأسد وأوضح سيدا أنه في المناطق المحررة من أياد النظام هناك حال من الفوضى والأحباط لأن النظام ما زال يقتل بشكل جنوني وفي مثل هذه الحالة طبيعي أن يتواجد التطرف من بعض العناصر كما قال دوليا أعلنت الصين أنها اقترحت على الأخضر الإبراهيمي الذي زارت بكين مبادرات جديدة لوقف تصاعد العنف في سوريا تتضمن وقفا لإطلاق النار في منطقة تلو الأخرى وعلى مراحل وتشكيل جهاز حكومي انتقالي المبادرة الصينية تهدف إلى دفع الأطراف المعنية في سوريا كدما نحو تنفيذ وقف مبكر لإطلاق النار وأنهاء العنف وأطلاق عملية انتقال سياسي يقودها الشعب السوري في موعد مبكر لقد أصبح المزيد من الدول يدرك أن الخيار العسكري لا يقدم مخرجا وأن التوصل إلى تسوية سياسية أصبح تطلعا مشتركا متناميا وفي القاهرة يجري الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الأحد مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقر الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية حسب ما أعلن نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي الذي أشار إلى أن العربي سيطلع عن قرب من لافروف على نية روسيا ومبادرتها بشأن سوريا واعتبر بن حلي أن ليس هناك سوى حلول ديبلوماسية للأزمة السورية مؤكدا أن البديلة سيكون خراب سوريا وانهيارها